بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية مع حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسل مع خالد شعبان ان شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن تحديث مهم جدا في الاكسل وهو تحديث منتظر كل المحاسبين او الناس اللي بتشتغل على الاكسل علشان يسهل عليهم حاجات كتير في استخدام الاكسل التحديث ده عبارة عن البحث داخل الفلتر يعني مجرد ما هكتب حرفة او اتنين هنلاقي البحث موجود داخل الفلتر او ال data validation اللي موجودة في الاوفيس القديم او اوفيس تلتمية خمسة وستين قبل التحديث ده هنلاقي لو محتاجين ان احنا نعمل بحث داخل ال data validation محتاجين نعمل اربع معادلات متدخلين مع بعض وهم الدلة filter والدلة search والدلة sort علشان نقدر نوصل للبحث داخل الفلتر في التحديث الجديد ظهرت معانا تحديثات بخطوات بسيطة جدا داخل ال data validation هنقدر نلاقي التحديث ونقدر نبحث بكل سهولة داخل ال data validation يعني بمجرد ما اي حرفين داخل ال data validation هنلاقيها بتقرأ معانا عندي فيها الاسامي اللي موجودة مجرد مكتب مسلا حرف الاي هلاقي الاسم ظهر او حرف الاس هلاقي الاسامي اللي فيها الحرف ده موجودة في كل الكلام يعني مش مجرد من اول حرف بس لو اي حرف موجود داخل الكلمة حرف الان مسلا الاس هنلاقي موجود يعني هو بيبحث ايه اول حرف في اول كل كلمة بيستخرج لنا الكلمة اللي موجودة يعني حرف الام هنلاقي حرف الام طيب لو كتبت هنا سامح احمد لو كتبت حرف الاي هنلاقيه ظهر اول حرف من احمد واول حرف من الاسم اللي موجود الاسم الثاني بعد الاسامي وندوس على او كي هنلاقي الاسم ظهر بكل سهولة يلا بنا مع بعض نعرف ازاي نعمل الخطوة دي بكل سهولة وكمان نعرف ايه التحديثات اللي جاية والتحديثات اللي معه آآ السيرش داخل في ميكروسوفت اوفيس تلتمية خمسة وستين الجديد اول حاجة هنفترض ان عندنا السورس او الداة اللي بيقرأ منها الاسامي باللون مسلا لاقدر وده المكان اللي هنعمل فيه او الفلتر هنحدد المنطقة اللي محتاجين نعمل فيها وندخل على القائمة وهنختار 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 السورس او المصدر او البيانات اللي هيقرأ منها وهندوس على مسلا هنكتب هنا اي هنحاول هنا ظهر عندنا الداة زي ما احنا عارفين نفس الاسامي اللي موجود هنا ولو كتبت مسلا هاتم وهنبحس عنه داخل الداة هنلاقيه ظهر اخر اسم طيب انا كده محتاج ابحث داخل مجرد ما هكتب حرف هلاقي الاسم اللي فيه الحرف هاتم ظهر طيب لو كتبت مسلا حرف الكي هلاقي كل الاسامي اللي بدايتها حرف الكيه ظهرت معنا طيب اس هلاقي اس اس وبداية حرف الاس في الاسم التاني طيب لو بالعربي هنكتب مسلا حرف الخا هلاقي خالد وخالد شعبان طب حرف الشين هلاقي خالد شعبان ظهر معنا ده جزء من التحديث الجديد في ميكروسوفت اوفيس سلتمية خمسة وستين طيب ايه الجديد تاني داخل الاصدار الجديد لو دست كليك يمين في اي مكان هنلاقي زي ما احنا شايفين ظهر جزء جديد وهو في داخل القيمة اللي ظهرة يعني لو كتبت مسلا حرف سي هلاقي ظهر لي اه مسلا كلير كوبي كومة كومنت آآ شو تشينج طيب لو كتبت حرف الاي هلاقي جاب لي انسيرت اوبن دسكتوب باب انسيرت شيت رو آآ اتاليك آآ انسيرت شيت كولم يعني اي حاجة تيبل مسلا يعني اي حاجة اكتبها داخل البحث افضل آآ من اني ادور عليها داخل القويم اللي موجودة لو انا مش عارف مكانها هنا في البحث بيبحس عليها بكل سهولة ويجيب لي الاختصارات الاساسية داخل الاكسيل بشكل سهل وبسيط آآ وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة اتمنى الشرح يكون عجبكم ما تنساش تشترك في القناة ولايك للفيديو وانتظرونا في شرح التحديثات الجديدة لأوفيس تلتمية خمسة وستين لبرنامج الاكسيل ونستنونا في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته